عودة مجددا مشاهدينا إلى موضوع حلقتنا اليوم من أين لك هذا بين الشعار والقرار سيتعزيبت مثل ما يقول الجزائريون الثقة في الوثيقة سيتعزيبت عندكم الدليل القاطع مع أنت عندكم الآن وثائق تثبت حقيقة إدانة وزيرة الثقافة طب بعد الحال وكل مكانش عندنا دلائل من تفوهوش حتى كلمة اليوم عندنا يعني ذكرنا عدة حالات تع فساد تع سياسة بن عميس تع صرف تع تبديد الأموال العمومية من طرف وزيرة الثقافة سياسة بن عميس ما هيش دليل لا لا عندنا دلائل وعندنا أمثلة عطينا لها أكثر من 15 حالة حالة التي تشبه للحالات التي وصفتها البرح في الإجابة التي حما جاوبتها على أي سؤال قلالها راكي تمدي صفقات للمؤسسة لتعوليدك بروكم انترنسيونال عندهم حصة في التلفزيون الوطنية يعني أسبوعين تفوت كل جمعة سهلة ومهلة أفلام جزائرية تم تمويلهم من طرف الخزينة العمومية مدتهم لتوانسا ولو دي فيلم تونيزيا يعني باعتهم الخاص لا لا مدتهم وحتط لهم جنسية تونسية ألا ركو هو فيلم جزائر الغرض السبب عليش الغرض؟ الغرض باش يستفادوا بطبيعة الحالة فيها مقابل ما تقدرش مكاش صادقة في السياسة ثانيا انشاف دوركستر عطت له 17 مليار وين صارت هذه؟ ما صارت في حتى أي بلد أمين قويدر عطينا لها الأسامي وحتى المسؤولين تحقلوا لهارت دي بالك بلك تمدي مبلغ كما هذا تحايلت ومدتوا بأقصاد يعني تصرفات مافيوية وانا مسؤول على كلمي في الحقيقة وكانت عندنا إرادة سياسية طيب ليش سيد تعزيب لا اسمح لي فقط نقول لك نقطة مهمة أنا الآن ما نقدرش نحكم على الصحة حتى المشاهد ما يقدرش لكن اللي تكلم فيه باتهامات خطيرة ما المفروض تبقى الوزحانون تبقى رئيسة حزب ما هيش مؤسسة دستورية ولا مؤسسة قانونية لا اسمح لي سيد تعزيب مثل هذا الاتهامات وانتو مركم نواب في البرنامج من المفروض تلقائيا معنتها تلقائيا تتحرك مؤسسة دولة ويقول لي كلام فارغ معنتها الآن واشن هو الإجراءات شكو لي رح يتحرك شكو لي حميتنا هذه الموضة نعم أمو كي تكون حالة كما هذه تتكلم على مبالغ كمية نعم هذه حالة واحدة برك خلينا فيلم تاعمير عبد القادر لي طلبوا رئيس الجمهورية وهذا رمز من رموز الأمة الجزائرية ما كاش حتى مخرج راح تلقات مخرج ليخدم في المؤسسة تعولدها يعني كين عندنا أمثلة كثيرة كين أفلام المخرج من تذكرش أسموه عندنا أسمو أنا ذكرناه في المسجل الشعب الوطني وما ردتناش عليه وحتى يعني أفلام يعني استفدت بإعانة عند عشر سنوات عاودوا استفدوا بالإعانة المرتين يعني هذه كين تضارب في المصالح يعني من المفروض أنا أقولك من المفروض تتحرك مؤسسات نعم نخدم نخدمتنا يعني نبهنا ونددنا وحطينا صبعنا على الجرح نعم العدالة هي تلقائيا يعني تتأسس كطرف وتستدعي كل من عنده معلومة حول العدالة لا تتحركش تلقائيا لا لا السلطو سيزي كنت تتكلم قبل ما نبدأ في الحساء من أين لك هذا أنا قرأت في جريدة النهار النهار في الجريدة أن كين مسؤول سابق تم محاكمته من انطلاقا من مبدأ من أين لك هذا نحبسوش ما لازمش نحبسوه عند هذي نحن كنواب وكم مسؤولين سياسيين لا لأنه سيتأسيب نبهنا نبددنا لا تقول نبهنا نسأس مؤسسات الدولة نسأس دولة خدمتنا نتكلمنا في الخليفة تكلمتوا في الخليفة لكن ولا شيء أخر لا يناسب اليوم خليفة خليفة حتى طاح الفس في الراس حتى ضاد رهم البلاد شاكي بخاليل حتى طاح الفس في الراس ما عندها اليوم انتوما كانوا برلمانيين اذا تتكلموا باش تتكلموا ما ايش نتيجة سمحلي النائب البرلماني يعني المهام تاعه الاساسية هو يتكلم يعني يندد يعني ينبه لا يروح للملموس سمحلي يعني يندد يجيب البرهان يقترح وهذا الشي هذا هو وش عندي يروح نائب هذا هو وش عندي نفيدينا مرناش في السلطة عليش قلتلك على الارادة السياسية كي تكون عدالة مستقلة كي تكون مؤسسة الرقابة متحررة سمحلي لا ما عليش سمحلي فقط سمحلي انا نقولك حاجة احنا مننا هنا احنا ننادي رئيس الجمهورية اللي هو اول قاضي في البلاد باش يصفي الحكومة تاعه من الفساد من القطاع المال من الخلط بين المال والسياسة سمحلي برك نقطة مهمة السيدة نقطة مهمة نقطة مهمة السيدة لما الآن تتكلم على قضايا فساد هذه القضايا فساد رأي كبيرة وتقول عندك الأدلة من المفروض حتى تكون الأمور واضحة وما تدخلش في نعم من ميعوش الأمور تقول لازم تكون هناك إرادة سياسية نعم هل هذه الكلمات مميعة نعم من المفروض الآن تكون عدالة ما تكونش إرادة سياسية ما تكون عدالة حتى الأمور تظهر نعم هل تكون عدالة سياسية هل تكون عدالة بشيء من المفروض الثاني في دور من المفروض الثاني لا يفعل نسر نحن نصرف نحن تقضي نحن نطرة نترك نحن ننطق نظر نترك نادي ورئيس الجمهورية لتصفي الحكومة الحالية للأسف ما زال فيها الناس اللي شبهوا الشاكي بخليلوا الناس اللي شبهوا التمار وفي محيط الحكومة كالناس اللي شبهوا الخليفة هذا هو وقع الناس كاملة يتشوف وهذا الشي يقدر يجبنا فوضى في هذا البلاد لأن الشعب هو يشوف كاشنهار يتقلف هذا الشعب بارسكو كل وضع يقدر يحمل حاجة ويقدر يحمل كشي هذا بين الشعار والقرار معناتها نسمعوا الأحاديث الصحف يوميا تتكلم على فضائح فساد وما شابه بالمقابل من المفروض بالمقابل تكون ناقوبة نسمعوا فلان تخلي السجن ونسمعوا فلان غرامة مالية ونسمعوا فلان استقال أو أقيل لكن لأمور الحكومة تمشي ووزير التقاطر نحن حملنا مسؤوليتنا تكلمنا في هذه القضايا وفي القضايا الأخرى على باك كان بزاف الناس اللي يتكلموا ونا بارتي كيتلاقى معاه ممنوة من أحزاب واحدة أخرى من المسؤولين سياسيين يقولون معنا أعطيكم الصحة كانت عندكم الشجاعة السياسية طرحتوا هذك الإنشغال وانتم الواحدين وهو مشكون غلق لهم وفهمهم نحن تكلمنا على المؤسسات الدولة اللي رأي للأسف أيضا ملغمين من الفساد لازم يتحروا لازم السلطات العمومية تتحرر هذه المؤسسات الترقبة مجلس محاسبة لجياف لجوستيس لبوليس لجوندارموري هذو هي المؤسسات اللي لازم تفتح تحقيق هذو وهذا وقصنا نحن ليعلي نادرناه اسمح لي باش يعني باش نخدم نحن ليعلي نادرناه لفيدي نادرناه ذلك لازم المؤسسات التعدولة هي اللي لازم تتحرك هي اللي مضطرة باش تتحرك سنوصف وتحاكم من طرف تلك والهدف من الحديث والهدف من فضح الفضائح والهدف من التكلم عن الفساد مش الهدف أنه لهذا نتكلم فقط معتها من المفروض يقابلها إجراءات سيد أزيب تقول لنا فقط كنائب برلماني واشنو الأجراءات في رأيك الآن مثلا نأخذ مثال تاع وزيرة الثقافة واشنو الحل واشنو الحل أولا سوف نواصل للنظام بكل السبول السياسية والديمقراطية المتاحة باش هكذا تصرفات لازم من ولفوهاش يفو بارسكو كين خطة جهنمية من طرف رجال المال والأعمال والناس اللي يخدموا معهم يحبوا يولفوا ويولهوا يلهوا الشعب الجزائري باش ينولي ونولفوا بهكذا تصرفات حزب الأعمال عمره ما يتأقلم مع الفساد سوف نستنطق الوزير الأول سوف ننادي كل السلطات الأممية باش تتحرك لأن هذه الحكومة ماش متجانسة كين وزراء لي جوا باش يخدموا البلاد وحنا ما نقولوش بلي حزب الأعمال هو الوحيد ليحب هذا البلاد لا كين دي باتريوتا تولي نيفو في الأحزاب وفي الدولي بالسلطة ولكن كين مسؤولين آخرين وزراء وآخرين جوا باش يخدموا مصالح تال أوليغارشية مصالح بتنبابهم تكون في الأوليغارشية تكون هذه القلة القليلة سيتعزيب لما نتكلموش مصطلحات مؤمنة تقول أوليغارشية في الجزائر أوليغارشية يعني هذا المفهوم جديد أوليغارشية من تكين قلة قليلة تتحكم في المال وتتحكم في القرار السياسي تكونش غير حديث تقولوش مصطلحات مؤمنة عندك الحق المفهوم جديد ولكن واقع اليوم كين أثرياء جدد كانوا عنده برويطة وكانوا عنده مؤسسة صغيرة بين عشية وضوحة والملياردير بعدما كانوا يشريوا أحزاب ويشريوا أصوات ويشريوا نواب ويشريوا ذو كحب يستولوا على الدولة وهذا بالخطرة بما كانوا شفنا حالات كما هذه كما أوكرانيا يجيبون تدخل أجنبي يجيبون نهب ويجيبون فوضى في البلاد بارسكوكي ينهبوا كل ثراوات هذه البلاد الشعب كما ينقش واش يصيب يثور طيب باش نلقوا حلول حتوش بقى اللغة لا لا سمح لي حتو بلغة تواك عشكون مدلا نسي تأسير لجل أمان سمح لي الأمثلة يعرفوا هكول الجزائريين أسيا وصماني وتكلمنا عدة مرات فقط باش نذكر بتاريخنا في وقت بومدين ربي يرحمو كان يقول للمسؤولين خيروا بين الثروة والثورة كذا كان يقولهم ورئيس عبدالعزيز بوتفلقاء كان يحكم مع رئيس بومدين نحن اليوم نطلبه لرئيس الجمهورية باش يقول لي كل المسؤولين خيروا بين الأعمال والسياسة ما عليش ورئيس الجمهورية تقدم له تقدم له أشيء أم الموسى ما تقدم لهش كلام لا لا موش كلام يا أخي راني أعطيت لك أمثلة نزيد نتحب نزيد نعطي لك أمثلة نزيد نزيد أعطيني أمثلة لا لا فيما يخص هذا القطاع ولكن في قطاعات أخرى على بالك بلي في قطاع الخوصصة انت عندك الحصانة حزب مسؤول حزب مستقل كل حاجة اللي يشوف تضر البلاد يتكلم عليها حبة من حبة كريها من كريها مراناش مغامرين من حسوس انشعلوا النار الفيتنا في البلاد ولكن كين سكتوا سفدين نوليهم متوارطين ونحن ما ما نقدرش نكونوا متوارطين في قضايا اللي تقدر تجيب البلادنا كين تكلموا على القطاع المال والأعمال اليوم نقول الحمد لله احنا الحزب الواحد ولا الحزب اللي يرفع صوته اكثر من كل الاحزاب الاخرى حول الدمار الشامل اللي اللي حقنا به بسياسة الاستيراد استيراد اليوم نرى الحكومة ووزير ووزير التجارة يحسوا كيفاش يعدلوا الامور لان في إطار في سياسة الاستيراد استيراد ما عدا اقلية صغيرة اللي رهي تعمر جيوبها من على ظهر على ظهر اللي يكسروا اقتصاد وطني بحروا مناصب شغل تهريب العملة العملة صعبة عمرنا ما تكلمنا في الفرع للأسف في بعض الأحيان السلطات تأخذ وقت كبير باش باش تأخذ موقف باش تتحرك وهذاك الوقت اللي نبحروه نبحرو دراهم والبحرو فورس طيب سيتاسبنا فاليوم قتلي أعطي لي أمثلة الأمثلة موجودة الأمثلة موجودة معروفة وشفنا وزراء اللي تخلوا على الوجب التحفظ وتهجموا على سيدة الوزحنون يعني بألفاظ بذيئة يعني قالوا لها حتى أنت تخدمي مع القوى الإمبريالية هذا كلام فرق في حين أن إذا كان حزب معادل الإمبريالية في هذا البلاد حزب لي دفع يعني بكل قواه على السيادة الوطنية وعلى وعلى مصالح بلادنا سيصلوا بارتي دي تغفير نعود بعد الفاصل وكين الناس أنا نقولها بكل مسؤولية كين المسؤولين في الحكومة التسلال لرغم يخدموا للمصالح أصحابهم وأقاربهم وليصالحهم وكان ما تتصفش الحكومة يقدر يجيوا مشاكل كبار في هذا نعود بعد الفاصل عودة مجدد عن المشاهدين سيدة عزيبت كل الصحف تحتت وقالت حنون تتهم يعني وتتحجم على ثلاث وزراء من وزير التقافة إلى وزير الصحة عبد ملك بوظيف إلى وزير الأشغال العمومي عبد القادر قاضي سيدة عزيبت إذا كان كل هذا الوزراء مشاركين في تبديد المال عام أو في قضايا فساد معناها ربما الفساد رأوا على مستوية أعلى للأسف هذا واقع أولا سيدة الوزر حنون كنت تكلمت على حالات ولكن ما تكلمناش على كل شي كنشوف رجال رئيس منتدر المؤسسات يتصرف كأنه وزير دولة ويعطي توجيهات للوزراء يطلب منهم يديرونه قوانين وكنشوف السفقات بالتراضي التي أصبحت برغم أن رئيس الجمهورية سعادة في الإطالة الاقتصادية تستقبل سفراء على لش ما تستقبل سفراء في الإطالة الاقتصادية سيدة عزيبت هذه الدبلوماسية الموازية هذه كأن كالناس لهم يبنوا دولة موازية على دولة رسمية موازية وما نحن نبنوا في الدولة سمح لي لماذا نقول هذا الشيء أنا نشوف مؤسسات أرباب العمل في العالم في فرنسا أو في ألمانيا لا يوجد تصرفات كما هذه 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 الأثرياء الجدد لما عندهم شيء تقارير فرنسا يتلقوا معه لوند يحكوا معه تطاتات يعني عادي هذاك عادي يحكي كين مطالب ولكن يدور على تقريبا كل الوزراء ويروح المجل الشعب الوطني يقول لدي قوانين ختمة على صباح يقرينها في الصحوف هذه بطريقة علنية اليوم صورة ليريت من عند المواطن كأنه ليراند دراهم كل بيبن تفتح له وهذا بالخطرة بمكان على الديمقراطية على السياسة وحتى على الدولة سيد تعزيب شكو لي وشير مواطن لو يفتح بيبن مسؤولين كان اليوم ليتبهى ويتركزوا ولا يددعي وبالعلاقات اللي عندهم مع مسؤولين في الدولة ويضغطوا ونحكي حتى وزراء يشتكو يشتكو من هكذا ضغوطات وليوم سمح لي بشمح لي سيدة أزيب لم يقلوش بلي هذه سياسة حكومة فيه تراجع الأسعار البترول فيه إجراء التقشفية الحكومة تنتقل وتمشي مع رجال الأعمال هذه التصرى في كل الدول هذه السياسة بدأت قبل ما يكون كما من هيار أسعار البترول ثم اليوم هذا رجال الأعمال ما رومش يعاونه الأمة باش تقابل هذه الأزمة عن هيار سعار البترول بالعكس روم ينهبوا روم ينهبوا روم يأكلوا روم يكسروا في الاقتصاد الوطني لأن الأغلبية الساحقة تاع رجال العمال روم في منتدر رؤساء المؤسسات سيدة كوميرسون سيدة زامبرتاتور وراء الإنتاج نحن لا نحن عقدة مع القطاع الخاص لا نحن عقدة إديولوجية القطاع الخاص الذي يحترم القوانين العمل القوانين الوطنية ويخلص الضرائب مرحبة به أما هذا القطاع الطفيلي العمومية يطلب مساعدات إعفاءات بدون مقابل هذه حتى وحد ليكون باتريوت ليكون في عقله ما يقدر يتقبلها صحيح وهذه معطرفين بها على كل المستويات الحكومة الحالية غير متجانسة في هذه الحكومة كان الخلط بين قطاع المال والسياسة طيب يدخلش هذا الأمر كون في إطار معلينش في إطار تخفر حكومة جديدة ولا في إطار سياسي كان بزاف ليتباهى وبيدام برنامج الرئيس الجمهورية دكور ما يحبون يغلطون احنا ما يغلطونش وما يغلطونش الشعب الجزائري اللي هو ذكي الرئيس الجمهورية في 2008 قال صرح أمام شعب الجزائري في الخطاب أمام رؤساء البلدية يوم 26 جوليوية 2008 قال الإصلاحات الاقتصادية فشلت في الجزائر مع تسياسة الخوصصة واليوم كين هذا رئيس منتدر رؤساء المؤسسات ومزراء في الحكومة سلال اللي حبوا يرجعون لسياسة الخوصصة بطريقة بطريقة شيطانية قال يتكلموا على الشاركة بين الخوص والعمومي هذه هي الخوصصة خوصصة دك شكو اللي يره مع حقيقة مع رئيس الجمهورية وشكو اللي يدعب مع رئيس الجمهورية وفي الميدان فيه برنامج لرئيس الحكومة لرئيس الجمهورية نعم تكلمتك على هذا الجانب لأنك أنت تتكلم ربما في أمرين يتناقضوا مع بعضهم سيّتعذيب في برنامج رئيس الجمهورية تشرف عليه الحكومة هي اللي تطبقوا في أرض الواقع معنى تلك رجال أعمال كيفاش خرجوا على الحكومة طريق ولا خرجوا على رئيس الجمهورية طريق ولا يدخلوا في إطلاع برنامج الحكومة هذا الوزير اللي يتكلم الوزير يتطبق برنامج رئيس الجمهورية وعلي دبق برنامج نعم نعم ياسي عوثماني كان وزراء لخرجين طريق من بينهم الوزيرة الثقافة اللي أعطيت لك أمثلة عديدة ووزراء واحد أخرين اللي أعلنوا على قاعدة 51-49 ثم تراجعوا عندما قالوا لهم وليوا البلاستكم الناس اللي حبوا يرجعون الخوصصة لدمرت عائلات الجزائرية لدمرت الاقتصاد الوطني والزراعة الوطنية هذا وقع الناس كان هذه نقطة أيضا يطرحوها كثير من الناس اللي شافوا التصريحات الأخيرة الأمر ما عندوش بعلاقة سياسية تحضير الحكومة القادمة تدخل في الصراعات الحزبية نحن حزب الأومال الناس يعرفونا ما نشملهو فينا للمسؤولية عمرنا ما حاوسنا على مناصب مناصب لوزرية ولا حاجة واحد أخرى حتى الآن ما كنت حاوسون لا جمي برسكو احنا شي اللي يهمنا يهمنا مستقبل بلادنا ومستقبل الأومة الجزائرية ذوق احنا ولكن كنقول هذا الشي ما عندها عندنا سياسة اللاموبالا فيما يخص كل ما يجري في البلاد نعم احنا ماذا بينا تكون حكومة جزائرية لتخدم مصارح تها بلادنا لتخمم نهار ليل ونهار كيفاش نعالجو المشاكل الاقتصادية المشاكل الاجتماعية تعالي الشماج تعالي السكنة تعالي الفلاحة كيفاش نبعدوا لهم على بلادنا ماذا بينا احنا هذه هي حزب الأومال في بعض الأحيان كايين ينتقدوني يقولون أنتم حزب السلطة حكومة جزائرية اللي تأخذ إجراءات في الفايدة عن البلاد من تردوش نسندوها طيب على ضوء ذكر الحكومة ولكن من سكتوش عندما نشوفوا فساد ونشوفوا تبديد الأموال العمولية وش رأي حزب العمال في تعليمة الوزير الأول اللي خرجت في 18 أفريل احنا ما نقدرون نكونوا إلا مع من أين لك هذا لأن اليوم كما قلت لك في بداية الحصة يعني ما كاش قضية لراه غضبان عليها الشعب الجزائري كما قضية الفساد وهذا الأثرياء الجدد ولو حتى ما يحشموش يعني أنتم ما تشتجوا هذا القرار مع القرار واحد يكون عمره مخضم ونعنده منصب صغيور بين عشية وضرحا وليه يمشي بالطنوبيات طيب وفو الخير الضريبة عثروه وينعث وينعث هذا الضريبة عثروه لكي نادى بها حزب العمال بيسير نحن للأسف نادى بها تقريبا كل سنة نعودها كين أثرياء جدد عندهم ممتلكات عندهم ضبور لازم نحسبهم من أين لك هذا برسكو واحد لي خلص 30 مليون ولا 50 مليون مهما كانت الشهريات أو ما يقدرش يولي مليار دير يعني ولو في عشر سنة ولا في عشرين في عشرين سنة دوقت الدولة لازم تكون عندها هذا الشجاعة السياسية والمؤسسات تتعرقها بتكون عندها الاستقلالية والحرية التامعة والحماية القانونية باش يديروا تحريات تحهم أمام كل واحد ليشوفوه يعني عنده ثروة مشبوهة ولكن أيضا بالمقابل الضرائب موش عقوبة الضرائب موش عقوبة على أين كان هذه مساهمة في يعني شكرا اسمح لي مساهمة في الدخل العام للبلد في الدخل العام للبلد وكل واحد يخلص على حسب وش عنده شكرا جزيلا وهذا مبدأ ديمقراطي موش مبدأ اشتراكي ولا ثوري ولا شكرا جزيلا لك هذا ما تواجدت في كل الدول الديمقراطية شكرا جزيلا لك سيد تعزيب على حضورك معنا مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من قاوة تونان شكرا لكم أنتم متابعين ومشاهدينا قناع منا إن شاء الله اليوم أفضل من الأمس والغد أفضل في هذا البلد إن شاء الله أفضل من الأول